استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقع بقصلك ضيبية صباح اليوم سعدت السيد عبدالله بن عبد الملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى المملكة الذي سلم لسموه الدعوة لحضور حفل الاستقبال الذي ستقيمه السفارة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الدور المتنامي للمملكة العربية السعودية إقليميا ودوليا يعكس ثقلها على صعيد الخليجي والعربي والعمق الاستراتيجي الذي تمثله وقيادتها الفذة التي تعمل لكل ما فيه خير مصلحة الأمة العربية والإسلامية وأكد سموه أن قيادة وشعب مملكة البحرين جبلوا على محبة المملكة العربية السعودية الشقيقة منذ الأزل فهي العمود للاستقرار والنمو الخليجي والعربي بالإضافة إلى ما يجمع بين البلدين من روابط وعرى وثيقة يربطها صلة القربة ووحدة البصير وأشار سموه إلى العلاقات المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وخصوصيتها التي بانت جلية في مجالات التعاون الثنائي التي تشهد باستمرار تطورا وتقدما يترجم طبيعة هذه العلاقة ونوها سموه بمواقف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة السعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة تجاه مملكة البحرين والتي ستظل ماثلة لما تحمله من معانن تعكس طبيعة العلاقات البحرينية السعودية